لا تزال الضغوط والعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا مستمرة بسبب عملياتها العسكرية الروسية التي أطلقتها في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة سادسة مقترحة من العقوبات تشمل هذه المرة حظرا على واردات النفط الروسية اعتبارا من نهاية هذا العام العقوبات الجديدة المقترحة فرضها على موسكو تشمل القطاعات العسكرية والمصرفية والإعلامية فضلا عن قطاع النفط والطاقة الهدف من حزمة العقوبات بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا بندرلاين هو ممارسة أقصى درجات الضغط على روسيا مع محاولة تقليل التأثير على الاتحاد الأوروبي وأسواق الطاقة العالمية الاتحاد الأوروبي يسعى إلى ما هو أكثر من فرض حظر على واردات الخام الروسي ليستهدف بذلك شركات التأمين في خطوة من شأنها أن تعرقل إلى درجة كبيرة القدرة الروسية على تصدير النفط إلى أي مكان أو سوق حول العالم يقترح التكتل إذن منع السفن والشركات الأوروبية من تقديم خدمات من بينها التأمين ترتبط بنقل النفط الروسي ومنتجاته المختلفة على مستوى دول العالم في إطار حزمة العقوبات الجديدة المخرحة كما يسهم في إمكانية تطبيق القرار أن 95% تقريبا من التغطية التأمينية لسفن نقل النفط في العالم تقدم من خلال مؤسسة مقرها في العاصمة البريطانية لندن ما يقبرها على الالتزام ببعض القوانين الأوروبية المفروضة في هذا الإطار سيكون لزاما على روسيا وعلى عملائها في حال فرضت هذه العقوبات أن يجدوا بدائل لتغطية المخاطر المتعلقة بعمليات شحن ونقل النفط كالبقعة الزيتية والحوادث التي قد تقع في البحر كما قد يترتب على ذلك حتمية التسريع في سداد التعويضات بعدة مليارات من الدولارات كما ستمتد القيود المفروضة على الخدمات المرتبطة بنقل النفط الروسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة ستمتد إلى تقديم بعض الخدمات التقنية وخدمات الوساطة والمساعدة المالية أو التمويل أو أي خدمات أخرى ترتبط بعملية النقل إلى دول أخرى سواء كانت للنفط الروسي الخام ومشتقاته التي تكون من منشأ روسي أو جرى تصديرها من داخل الأراضي الروسية ستكون تأثيراته قرارات حضر النفط الروسي من دون شك حاضرة كذلك في عدد من الدول التي ترتبط أو تعتمد على مصادر الطاقة الروسية وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك بدوره حذر من أن القرار قد يؤدي إلى نقص الوقود داخل بلاده في شرقي ألمانيا موضحا أنه لا يمكن استبعاد احتمالات نقص البنزين ولفترة قد لا تكون محدودة بسبب تأثيرات العقوبات التي قد تفرض على روسيا في هذا الإطار الأمر نفسه عبر عنه وزير الاقتصاد والتجارة والصناع الياباني معتبرا أن بلاده قد تواجه صعوبة للتحرك على الفور لحضر واردات النفط الروسية مرجعا ذلك لمحدودية الموارد المتاحة لبلاده في هذا الإطار وتيرة جديدة ومتسارعة من العقوبات التي تفرض هذه المرة حزمة سادسة ضمن سلة العقوبات التي تريد دول الاتحاد الأوروبي أن تفرضها على الاقتصاد الروسي عقوبات تقول دول أوروبية إن من شأنها أن تكبح جماح التقدم الروسي على مستوى العملية العسكرية وأن تلحق الأذى الكبير بالاقتصاد الروسي ومصادر تمويل هذه العملية بينما تقول موسكو أن هذه العقوبات لها تأثيرات على الاقتصادات الأوروبية واقتصادات العالم أكبر بكثير من تلك التي تجنيها روسيا